انا برضو لما باهتم بملف ما بحبش اهتم بيه في حال او خلاص لا لازم اكمل فيه والنهاردة فيه 3 قطقم تحكمية هتدير مباريات اليوم في الدوري وطبعا النهاردة الاهتمام هيكون بالحكام اكتر ليه؟ لان كلنا شفنا الاداء المميز جدا للحكم الاسباني الادار مباراة الاهل والزمالك ورغم ان الكابتن عصام حاول يطلع ويقول ان الحكم ما كانش على المستوى الحكم كان ضعيف اداله درجة 7 من 10 وكان فيه ركلة جزاء الكل بلا استثناء قال مش ركلة جزاء والكل عارف الكابتن عصام قال ليه ركلة جزاء لدرجة حتى ان يعني اللي ما بيشجعوش الاهل كمان قالوا لو الحكم مصري كان الكابتن عصام طلع دافع عن الحكم وقال قرار الحكم سليميا فعلا مش ركلة جزاء فخلاص هي الرؤية بقت واضحة وبينة ليه الجميع لكن على النهاردة كان عندي تركيز على فكرة اسماء الحكام التلاتة اللي هيكونوا موجودين في الدوري طيب نبدأ مع بعض بحكام مباراة الاهلي وغزل المحل عشان النهاردة فيه تفصيلة كده مهمة جدا تعرفنا كابتن عصام بيدير الملف ده ازاي لان الملف ده ملف خطير جدا الرابطة بتعمل شغل كبير جدا والرابطة بتعمل شغل ممتاز جدا والتحاد الكورة انا ما بقيتش فاهم هو ليه مش قادر يتعامل مع لجنة الحكام وياخد قرارات مهمة مع اللجنة في الفترة الحالية لكن نبدأ مع بعض ونشوف حكام النهاردة مباراة الاهلي وغزل المحلة الساعة تسعة ونص على استاد الاهلي وي السلام حكم الساحة مش حكم دولي هو الكابتن عبدالعزيز السيد نتمنى له التوفيق ان شاء الله الحكم المساعد احمد حسام الحكم المساعد الثاني شريف عبدالله الحكم الرابع عمر عيد وحكم تقنية الفيديو الكابتن احمد الغندور الحكم الدولي نتمنى ان يكون موفق النهاردة ويكون فيه تركيز على اللقطات المهمة جدا فيه تقنية الفيديو وما يكونش كمان الفيديو النهاردة ليه تأثير سلبي على ده الحكم الدرجة الاولى الكابتن عبدالعزيز السيد مساعد حكم فيديو الكابتن محمد عبدالحافظ طيب انت مش عايز تكبحوا كم دوليين للاهلي في الملعب ماشي ساعات بتعدي والاهلي بيكسب وما بيكونش فيه اخطاء تحكمية وساعات بتحصل كوارث سواء من اللي في الملعب او من الفار طيب نروح بقى لمباراة البنك الاهلي وي الزمالك المباراة تتلاقي بالساعة سبعة على استاد المولين العرب وهيدرها الحكم الدولي رقم واحد في مصر كابتن محمود البنة هو الحكم الساحة ومعاها مساعد اول حكم دولي ايضا ورايح كاسعالم محمود ابو الرجال شوف الاهتمام بقى ازاي يعني البنة وابو الرجال مع بعض مرة واحدة الحكم المساعد الثاني هاني خيري الحكم الرابع محمود وفا حكم الفيديو محمود بسيوني وحكم مساعد فيديو محمد الشناوي طب نركز مع الكابتن محمود بسيوني عشان وانا بحضر للحلقة اكتشفت حاجة غريبة مع الحكم لما اتقرر في مباراة التانية بنقول ماشي ممكن تعدي لكن لما تتقرر في اخر 3 مطشاط لا ما تعديش خاصة لما نسأل بقى ونعرف ايه موضوع حكام اسكندرية ليه دايما بتتقرر حكام اسكندرية على فكرة الكابتن محمود بسيوني انا بشيت بي جدا حكم ممتاز حكم محترم حكم من الحكام اللي انت فعلا تقول علي من الحكام النظيفة انا سألت واستفسرت عن التفاصيل المهمة باختيار الحكام الكل بلا استثناء اشاد بالحكم محمود بسيوني ولكن انا بتكلم بقى على الطريقة اللي بيتم بها اختيار الحكام طيب الكابتن محمود بسيوني النهاردة حكم تقنية فيتجيو في مباراة البنك الاهلي والزمالك طيب اخر مباراة للزمالك بخلاف مباراة القمة مع الاهلي كانت مباراة الداخلية في كأس مصر دوري الاثنين وثلاثين اتلعبت يوم تلاتاشر ستة قدامكم على الشاشة حضراتكم الحكم الساحة كابتن محمود بسيوني يعني هو كان حكم ساحة في مطش الكاس للزمالك والداخلية وتاني مطش على طول بعد القمة لان القمة كان حكام اجانب هو كان لو ما كانش حكام اجانب كان ممكن يجيب محمود بسيوني برضو يعني جاب النهاردة محمود بسيوني حكم فار طيب نرجع قبل الزمالك والداخلية قبل التوقف الدولي كانت فيه مباراة الزمالك والاسماعيلي كانت يوم تمانية وعشرين خمسة هو محمود بسيوني كان موجود ولا مش موجود يا جماعة قدام الحكام على الشاشة ده موجود فار يعني مطش الزمالك والاسماعيلي كان موجود حكم تقنية الفيتجو حكم فار مع الحكم الدولي الكابتن ابراهيم نور الدين يعني الكابتن محمود بسيوني حكم فيتجو في مباراة الزمالك والاسماعيلي حكم ساحة في مباراة الزمالك والداخلية حكم فيديو في مباراة البنك الأهلي والزمالك